بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الخامس طلاب الأعزاء درسنا اليوم عن أنقذ الأرض الوارد في الكتاب صفحة 96 من وحدة نحو بيئتين آمنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس على زراعة الأشجار ويتضح ذلك من خلال الكثير من الأحاديث النبوية التي وردت بهذا الشأن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ولا تقتصر أهمية زراعة الأشجار على محافظة على جمال الطبيعة فقط بل تقل من عمليات التصحر وتزيد من نسبة الأكسجين الموجودة في الجو وتقلل من أكسيد الكربون وهذا يقلل من تلوث الهواء فالأشجار فائدة كبيرة في الحفاظ على البيئة من التلوث بحيث أنها تزيد من نسبة الأكسجين تقلل من ثاني أكسيد الكربون وأيضا غير أن ذلك لها منظر طبيعي جمالها الطبيعي فدرسنا اليوم يتحدث عن هذا الموضوع عن الاهتمام بالبيئة بزراعة الأشجار بالمحافظة عليها من التلوث أن لا نؤذي المخلوقات الموجودة فيها وذلك سيتم شرحه أكثر من خلال الدرس سأبدأ الآن بالقراءة أنقذوا الأرض وقفت الطفلة سيفرين في مؤتمر منظمة البيئة والطفل وقالت أمام الحاضرين جئت اليوم لأخبركم أيها البالغون أن عليكم تغيير نهجكم أنا هنا أتحدث نيابة عن كل الأجيال القادمة أتحدث نيابة عن الحيوانات التي لا تحصى والتي تموت إذ إنه لم يعد لديها مكان لتعيش فيه أخاف الظهور تحت أشعة الشمس بسبب الثقوب الموجودة في طبقة الأوزون أخاف أن أتنفس الهواء لأنني لا أعلم المواد الكيميائية الضارة الموجودة فيه لقد كنت أسير مع والدي منذ بضع سنوات على شاطئ البحر فوجدنا سمكة ملقاة على الشاطئ نسمع عن الحيوانات والنباتات التي تنقرد كل يوم وتختفي إلى الأبد نسمع أصوات الحيوانات البرية في الأدغال والغابات المليئة بالطيور والفراشات لكنني الآن أتساءل هل ستظل هذه الأشياء موجودة كي يراها أبنائي؟ هل تعرفون كيف يمكن أن تعالجوا ثقوب طبقة الأوزون؟ هل تعرفون كيف تعيدون هذه الحيوانات المنقرضة؟ وهل يمكنكم أن تعيدوا الغابات التي قطعتم أشجارها وجعلتم منها صحراء؟ إذ كنتم لا تعرفون كيفية إصلاحها فتوقفوا عن قطعها علينا أن نعمل معا نحو هدف واحد فإذا أنفقت كل الأموال التي تنفق على الحروب لإيجاد حلول لمشكلات البيئة وأسباب الفقر والمجاعة والأطفال المشردين حول العالم فستصبح هذه الأرض مكانا رائعا لبني الإنسان نتعلم في المدرسة أو في روضة الأطفال كيف نتصرف في هذا العالم نتعلم أن نتعاون وأن يحترم بعضنا بعضا وأن لا نؤذي المخلوقات الأخرى ابحثوا عن حلول لإنقاذ كوكبنا وجعلوا أفعالكم تؤكد أقوالكم سابدأوا الآن بالفقرة الأولى تتحدث الفقرة الأولى عن الأسباب الداعية لحضور الطفلة إلى مؤتمر منظمة البيئة والطفل سنبدأ الآن بالقراءة التفسيرية وقفت الطفلة سيفرين في مؤتمر منظمة البيئة والطفل هناك طفلة تدعى بسيفرين اسمها سيفرين وقفت في مؤتمر في منظمة البيئة والطفل ماذا قالت؟ قالت أمام الحاضرين جئت اليوم لأخبركم أيها البالغون أن عليكم تغيير نهجكم إذن جاءت هذه الطفلة لتخبرهم برسالة هذه الرسالة ستخبرها لمن البالغون؟ من هم البالغون؟ الذين بلغوا سنة الرجل يعني الكبار عليكم تغيير نهجكم أي طريقتكم أنا هنا أتحدث نيابة عن كل الأجيال القادمة إذن تتحدث هذه الطفلة سيفرين بدلا عن كل الأجيال القادمة الأجيال مفردها جيل أتحدث نيابة عن الأجيال القادمة حسن الأجيال قلنا أن مفردها جيل والمقصود بها مجموعة من الناس تعيش كلها في فترة زمنية واحدة نقول لهم جيل أتحدث نيابة عن الحيوانات التي لا تحصى والتي تموت إذن تتحدث أيضا بدلا عن تلك الحيوانات التي لا تعد ولا تحصى ولكنها تموت إذ أنه لم يعد لديها مكانا لتعيش فيه تقصد بما لم يعد لديها مكان لتعيش فيه تقصد به الحيوانات التي لا تحصى والتي تموت فهي لا يوجد لها مكان للعيش فيه أخاف الظهور تحت أشعة الشمس بسبب الثقوب الموجودة في طبقة الأوزون إذن تحدثت البداية خاطبة البالغون قالت لهم عليكم أن تغيروا طريقتكم ونهجكم أتحدثوا نيابة عن كل الأجيال القادمة أتحدثوا عن الحيوانات التي تموت التي لا يوجد لها مكان لتعيش فيه والآن تتكلم عن شيء مختلف بدأنا بالتحدث عن موضوع آخر فتقول سيفرين أخاف الظهور تحت أشعة الشمس بسبب الثقوب الموجودة في طبقة الأوزون لماذا تخاف من الظهور تحت أشعة الشمس؟ الإجابة بسبب الثقوب الموجودة في طبقة الأوزون الثقوب هي أماكن فارغة من غاز الأوزون طبقة الأوزون تتكون من ماذا؟ من غاز الأوزون يوجد في هذه الطبقة ثقوب هذه الثقوب هي عبارة عن أماكن فارغة من غاز الأوزون أي لا يوجد فيها غاز أخاف أن أتنفس الهواء لأنني لا أعلم المواد الكيميائية الضارة الموجودة فيه إذن هي تخاف أن تظهر أماء تحت الشمس بسبب السقوب الموجودة في طبقة الأوزون التي تخرج منها أشعة ضارة أخاف أن أتنفس الهواء أتخاف من تنفس الهواء لعلمها بالمواد الكيميائية الضارة الموجودة فيه إذن الفقرة الأولى تتحدث عن الأسباب التي دعت الطفلة لحضور هذا المؤتمر وهو مؤتمر منظمة البيئة والطفل سنقرأ الآن الفقرة الثانية لقد كنت أسير مع والدي منذ بضع سنوات بضع يقال من ثلاث إلى تسع سنوات يقال إلها بضع أي إذا كانت تسير مع والدها مثلا خمس سنوات فقالت عنها بضع لأنه من ثلاث إلى تسع سنوات معنى كلمة بضع أين كانت تسير على شاطئ البحر؟ ماذا وجدت؟ وجدت سمكة على الشاطئ نسمع عن الحيوانات والنباتات التي تنقرض كل يوم وتختفي إلى الأبد إذا الآن تتحدث عن الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ما المقصود بالمهددة بالانقراض أو التي انقرضت؟ أي التي انتهت التي ستفنى سلالتها ستنتهي سلالتها نسمع أصوات الحيوانات البرية في الأدغال أيضا تسمع أصوات من الحيوانات البرية التي تعيش في البر أدغال غابات مليئة بالطيور والفراشات لكني الآن أتساءل هي ستظل هذه الأشياء موجودة كان يراها أبنائي؟ إذن بدأت سيفرين بالتساؤل هل ستبقى كل ما ذاكرته موجود من الحيوانات والنباتات التي تنقرض وأصوات الحيوانات البرية وغير ذلك والمواد الكلمائية الضارة الموجودة في الهواء والثقوب الموجودة في طبقة الأوزون هل سيعيدون هذه الحيوانات المنقرضة؟ هل يمكنهم أن يعيدوا الغابات التي قطعوا أشجارها وجعلوا منها صحراء؟ هل سوف يعيدون كل ما ذاكرته؟ فتقول لهم إذا كنتم لا تعرفون كيفية إصلاحها إصلاح ماذا؟ إصلاح الثقوب الموجودة في طبقة الأوزون الحيوانات المنقرضة الأشجار قطع الأشجار التي جعل الكثير من الأراضي الزراعية صحراء قاحلة جرداء فتقول لهم إذا كنتم لا تعرفوا كيفية إصلاح كل هذه الأمور فتوقفوا عن قطعها عن قطع ماذا؟ عن قطع الأشجار إذن الحل لكل هذه الأمور التي ذكرتها هو التوقف عن قطع الأشجار تتحدث هذه الفقرة عن تساؤل الطفلة حول إمكانية تحقق حلمها ما هو حلمها؟ حلمها بأن يصلحوا كل هذه الأخطاء التي ذكرتها كل هذه المشكلات التي ذكرتها يعطاهم حل واحد أنهم إذا لم يستطيعوا أن يصلحوها على الأقل يتوقفوا عن قطع تلك الأشجار نأتي إلى الفقرة الثالثة التي تتحدث عن أن العمل بشكل جماعي يحل المشكلات البيئية علينا أن نعمل معا نحو هدف واحد إذن تقول سيفرين بأنه يجب علينا أن نتكاثف وأن نصبح مع بعضنا يدا واحدة لماذا؟ لتحقيق هدفنا وما هو الهدف؟ الهدف هو أن تصبح هذه الأرض مكان رائع أو مكان صالح للعيش لبني الإنسان أي للإنسان أن نقوم بحل المشكلات البيئية وغيرها الموجودة وغيرها الموجودة على سطح الأرض فبدأت فقالت فإذا أنفقت كل الأموال التي تنفق على الحروب لإيجاد حلول لمشكلات البيئة وأسباب الفقر والمجاعة والأطفال المشردين حول العالم فستصبح هذه الأرض مكانا رائعا لبني الإنسان إذن تقول سيفرين بأن علينا أن نعمل معا فلو أنفقنا كل تلك الأموال التي تنفقوها على الحروب بأن نجد حلول ونعالج الفقر والمجاعة المجاعة أي عدم توفر الطعام أو قلة وجوده والأطفال المشردين أي الذين لا مأوى لهم حول العالم فستصبح هذه الأرض مكانا رائعا لبني الإنسان إذن تقول سيفرين بأنه علينا أن نعمل معا لنحقق هدفنا لنحافظ على البيئة لنساعد من موجود في هذه الطبيعة من إنسان وحيوان ونبات فتقول أنه لو أنفقنا هذه الأموال التي تنفق في الحروب لإيجاد حلول للمشكلات البيئية من الفقر والمجاعة والأطفال المشردين وغيرهم ستصبح هذه الأرض مكانا رائعا للعيش عليه بالنسبة للإنسان ننتقل إلى الفقرة الرابعة والأخيرة والتي تتحدث عن التعاون من أجل إبقائك أو كبينة نتعلم في المدرسة أو في روضة الأطفال كيف نتصرف في هذا العالم من تقصد بنتعلم الآن تتحدث عن نفسها وعن الجماعة عن الكل تتحدث نيابة عن الجميع فتقول نحن أي هي والباقي يتحدثون أو يتعلمون في المدرسة كيفية التصرف في هذا العالم إذن دور المدارس أنها علمت من فيها من أطفال وكبار بأن يتصرفوا بشكل صحيح فعلمتهم الكثير من القيم والأخلاق التي وضعتها في نفوسهم منها التعاون احترام البعض للبعض الآخر واحترام الرأي الآخر عدم إذاء الآخرين سواء كان مخلوقات نباتات أو إنسان أو حيوان أو نبات فلا يقتصر أن نكون رحيمين فقط بالإنسان علينا أن نكون رحيمين بالحيوان رحيمين بالنبات نسقيها لا نؤذيها لا نقطعها فعلينا أن نبحث لحلول لإنقاذ كوكبنا وأن نجعل أفعالنا تؤكد أقوالنا أي لا يكفي بأن نقول علينا أن نفعل وعلينا أن نقوم وعلينا أن نعم يجب أن ننفذ أن تطابق أقوالنا أفعالنا أي إن قلنا نوري أن نزرح الأشجار نزرح الأشجار